ربنا موجود من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين في مثل هذا اليوم استشهد القديس ثأوفيلوس وزوجته بمدينة الفيوم في أيام دقلديانوس الكافر وذلك أن بعض الناس وشوا بهما عند الوالي أنهما مسيحيان فأحضرهما الوالي وسألهما عن معتقدهما فاعترف بإيمانهما بالسيد المسيح فأمر الوالي بإلقائهما في حفرة عميقة ورجمهما حتى الموت فتم ذلك ونال إكليلي الشهادة بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين وفيه أيضا من سنة مائتين واثنين وستين ميلادية عقد مجمع بأنطاكيا لمحاكمة بولوس الساموساطي بطريارك أنطاكيا الذي اعتقد أن السيد المسيح إنسان عادي وأن اللهوت لم يتحد به وأن الله أقنوب واحد وكان في أيام البابا ديونوسيوس البطريارك الرابع عشر الكرازة المرقصية اجتمع سلاسة عشر أسقفا وكاهنان مصريان فناقشوه وحرموه ووضعوا قوانين نافعة للكنيسة بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين ربنا موجود